ايران تعلن احتجازها سفينة تابعة لإسرائيل في مضيق هرمز والجيس الإسرائيلي يحمل وتبعات التصعيد استمرار القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات بقطع غزة والشهداء يوصلون إلى 33.686 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر غدا تقمة ثلاثية بين زعاماء الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين واليابان من لا تتحدث عن أليات جديدة في بحر الصين الجنوبي الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيش نشط إخباريات مفصلة تأتيكم إلى تلفزيون المصري أهلا بحضراتكم أعلنت وكالة الأنبال الإيرانية أن الحرس الثوري الإيراني سيطر على سفينة MSC Aris والتي قالت إنها مرتبطة بإسرائيل ويجرى نقلها حاليا إلى المياه الإقليمية الإيرانية أضفت الوكالة الإيرانية أن طائرة هليكوبتر تابعة للقوات البحرية الخاصة التابعة للحرس الثوري أعلنت السفينة التي ترفع علم البرتغال اعتلتها واحتجزتها في المقابل أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتسا أن إيران تنفذ عمليات قرصنة فيما اعتبرها انتهاكا للقانون الدولي داعيا إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وفرض عقوبات على إيران من جانبي أكد الجيش الإسرائيلي أن إيران ستتحمل العواقب في حالة تصعيدها للعنف في المنطقة في هذا الإطار شدد الجيش الإسرائيلي على أنه في حالة تأهب قصوى لصد أي عدوان إيراني آخر مشيرا إلى الاستعداد الكامل للرد الله أكبر حالة من الترقب الحذر كانت تعيشها إسرائيل انتظارا واستعدادا لهجوم انتقامي مباشر أو غير مباشر من إيران ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق واليوم أصبحت إسرائيل على موعد مع أولى حلقات الرد الذي انتظرته لأيام بعد قيام الحرس الثوري الإيراني بآلان السيطرة على سفينة ترفع علم البرتغال ومملكة للرجل أعمال إسرائيلي تعود القصة لمطلع الشهر الجاري عندما لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الضربة اليوية في دمشق ولم تنفيها وعلى الرغم من ذلك اتهمتها إيران بالضلوع في الهجوم مؤكدة ضرورة معاقبة إسرائيل على عملية تقول طهران إنها تعادل هجوما على الأراضي الإيرانية وفي وقت تؤكد فيه إسرائيل وجيشها استعدادها للتعامل مع كل السيناريوهات قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل عاجلا وليس آجلا محذرا طهرانا من المضي قدما في ذلك ومؤكدا التزام واشنطن بدعم إسرائيل ومساعدتها والدفاع عنها صحيفة وولستريت أشارت إلى مسارعة الولايات المتحدة بإرسال السفن الحربية إلى مواقعها لحماية إسرائيل والقوات الأمريكية في المنطقة على أمل تجنب هجوم مباشر من إيران على إسرائيل وكانت رويترز بدورها نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن طهران نقلت لواشنطن عبر وسيط أنها سترد على الهجوم الإسرائيلي على قنصلياتها على نحو منضبط وغير تصعيدي ويستهدف تجنب تصعيد كبير وأنها لن تتعجل في ذلك الرسائل الدبلوماسية على غرابتها والسيطرة الإيرانية على السفينة الإسرائيلية اليوم هو بداية لاكتشاف نهج إيران في الرد على هجوم القنصرية في دمشق لتكشف الأيام القادمة عما سيسفر عنه هذا التصعيد وما سينتو عنه من آثار بالمنطقة المنهكة بالصراعات من الأساس موسيقى 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 الى تطورات القضية الفلسطينية حيث اعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين للعدوان الاسرائيلي الغاشم على القطاع الى ما لا يقل عن 33.686 مواطنا فلسطينيا واصابة نحو 76.309 اخرين منذ 7 اكتوبر الماضي اضافت السلطات الصحية في غزة ان 52 مواطنا فلسطينيا استشهدوا واصيب 95 اخرون خلال اخر 24 ساعة هذا وقد افادت مصادر فلسطينية بتكثيف جيش الاحتلال الاسرائيلي قصفه على مخيم النصيرات ومدينة دير البلح وسط القطاع غزة ومدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع اضافت المصادر ان جيش الاحتلال الاسرائيلي جدد قصفه لمدرسة تابعة للانروات تؤوي نازحين في المخيم الجديد في النصيرات بالتزامن مع اشتباكات عنيفة مع الفصائل الفلسطينية فيما شنت مقاتلات الاحتلال غارات عنيفة طالت مناطق متفرقة بالمحافظة وعدد من الاحياء السكنية في قطاع غزة افاد المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان بان اسرائيل ما زلت تعرقل ادخال وتوزيع الامدادات المنقذة للحياة الى قطاع غزة مشيرا الى ان انعذام الامن الغدائي وصل الى مستويات كارثية حذر المرصد من زيادة عدد الاطفال الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية الحاد والامراض المقترنة بهم حيث وصل عدد الاطفال الذين ماتوا بسبب الجوع وسوء التغذية الى 28 طفل قال منصق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في غزة جميم مارجولدريك قال ان حرارة الجو تزداد بشدة في غزة ويحصل الناس على كمية قليلة من المياه وهو ما يتسبب في ظهور الامراض اكدت منظمة الصحة العالمية ان استهلاك الماء الملوث وتردي منظومة الصحة والصرف الصحي يؤديان الى امراض عديدة معاناة انسانية جديدة يعيشها ابناء غزة الصامدون واختبار جديد لضمير الانسانية عله ينجح هذه المرة فبسبب صعوبة الحصول على المياه النظيفة وارتفاع درجات الحرارة تسود المخاوف في غزة من انتشار الامراض والاوبئة المنقولة عبر المياه الملوثة منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في غزة جيمي ما جولدريك قال ان حرارة الجو تزداد بشدة في غزة ويحصل الناس على كمية قليلة من المياه ونتيجة لذلك ظهرت امراض بسبب نقص المياه الامنة والنظيفة وتعطل انظمة الصرف الصحي من جانبها اكدت منظمة الصحة العالمية ان استهلاك الماء الملوث وتردي منظومة الصرف الصحي يؤدياني الى امراض عديدة مثل الكوليرا والاسهال والالتهاب الكابدي الوبائي ومنذ السابع من اكتوبر الماضي دمرت قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال عدوانها على قطاع غزة غالبية طرقات وآبار المياه وهو ما دفع سكان المدينة لشرب المياه الملوثة نقص مياه الشرب في قطاع غزة بات مسألة حياة او موت في وقت يجبر فيه السكان على استخدام مياه غير نظيفة من الآبار وهو ما اسم في انتشار الامراض المنقولة والمعدية خاصة مع انقطاع الكهرباء الذي ساعد في نقص امدادات المياه برمتها افادت مصادر فلسطينية باصابة ستة فلسطينيين بالرصاص الحي من بينهم اصابة حرجة في الرأس في هجوم شنه مستوطنون اسرائيليون على قرية المغير شرقي مدينة رامالة بالضفة الغربية المحتلة اضفت المصادر ذاتها ان المستوطنين الاسرائيليين اضرموا نيران في عدد من المنازل ما ادى الى احراقها بالكامل في صياق متصل هاجم مستوطنون اخرون مركبات لفلسطينيين قرب دوار عين سينيا شمالي رامالة ما ادى الى تضرر عدد منها كما اصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال وتعرضت عشرات المنازل للحرق في هجوم للمستوطنين على بلدة دوما جنوبي نبلس بالضفة الغربية المحتلة اشتركوا في القناة لا طالما كانت القضية الفلسطينية في صدارة السياسة الخارجية المصرية بثوابتها الراصخة في التأتيد على الحق الفلسطيني المشروع مع اندلاع العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بعد السابع من اكتوبر وصلت مصر جهودها الحثيثة لدعم الاشقاء الفلسطينيين بشتى السبل خاصة في مجال انفاذ المساعدات الانسانية لطالما كانت قضية العرب بل وقضيتها الاولى على مر التاريخ ومن اجلها سطرت مصر ملحمة سياسية وقانونية وانسانية بدأت منذ سابع من اكتوبر الماضي وباتت محطاتها تتزايد يوما تلو الآخر من اجل الانتصار للانسانية وحفظ الحق لاصحابه دور محوري تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية في ظل العدوان الاسرائيلي تجلى من خلال عدة محاور تكمل بعضها البعض تحت مظلة دعم الانسانية فمصر كانت وما زالت في طالعة الدول التي تقوم بتجهيز قوافل المساعدات الانسانية المحملة بآلاف الاطنان من المساعدات التي تضم مواد غذائية ولحوم وملابس وبطاطين بالاضافة الى الادوية والمساعدات الاغاثية الاخرى بل رفضت مصر اجلاء اي رعاية اجانب من قطاع غزة عبر معبر رفح الا بعد ادخال المساعدات الانسانية الى القطاع بشكل فوري للحيلولة دون تفاقم الاوضاع الانسانية وفي هذا الاطار لم يغلق معبر رفح الحدودي ابوابه يوما لاستقبال المصابين وعبور المساعدات الانسانية القادمة من جميع انحاء العالم كما حدثت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الانسانية من الدول ومنظمات الاغاثة وتوصيلها للقطاع عبر معبر رفح في ظل حالة الحصار التي فرضتها اسرائيل دولة الاحتلال على المدنيين وفي اجراء اخر يظهر الاصرار المصري على دعم الاشقاء الفلسطينيين قامت مصر بتنفيذ عمليات اسقاط لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة بمشاركة عدة دول صديقة وشقيقة للحد من وطأة المعاناة الانسانية الكبيرة التي يواجهونها في ظل العراقيل والصعوبات التي تحول دون انتظام دخول المساعدات بصورة كافية للمناطق الشمالية وبالتوازي اجرت مصر محادثات مع المنظمات والقوى الاقليمية والدولية لضمان ايصال المساعدات الانسانية وبتوجهات من القيادة السياسية تقترب القاهرة من اتمام مخيم خان يونس للنازحين الفلسطينيين ضمن سلسلة من المخيمات التي حرصت مصر على اقامتها في منطقة جنوب قطاع غزة لاستعاب الاعداد المتزايدة من المهجرين قسريا من وسط وشمال قطاع غزة جهود حثيثة وشاملة تخطى حجم حصيلتها على المستوى الاغثي والانساني في قطاع غزة كافة الجهود الاخرى التي تبذلها دول عربية واجنبية حيث بلغت نسبة المساعدات المصرية من اجمالي المساعدات التي تم ادخالها الى القطاع منذ اكتوبر الماضي نحو 87% ولم تقتصر الجهود المصرية على المستوى الانساني على عمليات ادخال المساعدات فقد استضافت المستشفيات المصرية حتى الان اكثر من 3700 مصاب فلسطيني لتظل مصر على مر تاريخ حصن الامة المنيع وقلعة العرب للمزيد من المتابعة ينضم الينا من رفح مراسل التلفزيون المصري كريم بيفرس كريم ان تطلعنا على التطورات لديك واخر ما لديك تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين نازلنا في متابعة مستمرة للمجهودات المصرية لادخال المساعدات الاغاثية المختلفة بمختلف انواعها الى الاشقاء في قطاع غزة هذه يعني ربما المجهودات المصرية لم تتوقف منذ اليوم الاول اما عن طريق الشاحنات المليئة بالمساعدات من مواد غذائية ومستلزمات طبية ومواد بترولية وايضا بالطبع هذه الشاحنات التي تأتي اما عن طريق المجتمع المدني المصري او المتبرعين المصريين او حتى عن طريق مطار العريشة الدولية الذي يستقبل المساعدات الاغاثية بشكل عام بمختلف انواعها من 29 دولة ومن 14 منظمة بالطبع يشاركون في هذه المساعدات 75% تقريبا تصل الى 80% من هذه المساعدات الاغاثية التي تصل الى الاشقاء في قطاع غزة هي من داخل مصر او من الشعب المصري او من الدولة المصرية او من المجتمع المدني المصري نتحدث بالطبع عن اشياء من الاساسيات للدخول الاشقاء في قطاع غزة وهي المواد البترولية والشاحنات الخاصة بالغاز والسولار وايضا التوجيهات كانت من الناحية المصرية بدخول عدد كبير من الشاحنات في اليوم نظر ان الاحتياج الرئيسي لقطاع غزة و500 شاحنة يوميا هذا قبل بالطبع العدوان على قطاع غزة نتحدث ايضا عن مساعي مختلفة من الدولة المصرية للوصول الوقف اطلاق نار دائم ومستدام بالصدافة جميع الاطراف داخل جمهورية مصر العربية نرصد ايضا خلال الايام السابقة منذ يومين او ثلاثة ايام الامم المتحدة ومجلس الامن حث دولة الاحتلال على تيسير دخول المساعدات الانسانية المختلفة وايضا اليونيسيف قد حذرت ان الكثير من المواطنين في شمال قطاع غزة اخفر من 700 الف مواطن على شفير المجاعة وتوفي بالفعل حسب اليونيسيف ما يقرب من 23 طفلا من نقص الغذاء لذلك هناك يعني مساعي دولية ايضا هذه المساعي الدولية منها الضغطات المصرية للتخفيف عن كاهل الاشقاء في قطاع غزة لكن قوات الاحتلال لا تلقبال لهذه يعني المساعي الدولية وايضا بالاضافة لذلك تعرق الدخول هذه المساعدات بشكل طرق الا ان المنهودات المصرية لا تتوقف ومعبر رفح لم يغلق بابه منذ اللحظة الاولى امام الاشقاء في قطاع غزة والان عودة اليكم في الستوديو مرة اخرى شكرا لزميل كريم بيبرس من رفح وايضا ينضم الينا هاتفيا للمزيد من المتابعة والتحليل الدكتور حامد فارس استاذ العلاقات الدولية دكتور حامد بعد التحية يعني جهود انسانية حثيثة تبذلها مصر لاغاثة الشعب الفلسطيني منذ اللحظة الاولى للعدوان الاسرائيلي كيف تتابع وتقيم تلك الجهود اهلا بحضرتك يا فندم واهلا بالسادة مشاهدة لفزين المصري وكل سنة وحضرتك طيبة طبعا يعني في ظن وتفضيري ان القاهرة لعبت اضوار كثيرة ومركبة في ضعم القدوية الفلسطينية منذ اللحظة الاولى ومنذ احداث سبع اكتوبر لم تتخلى مصر عن تقديم كافة اوجه الدعم السياسي والاغاثي وحتى الدبلوماتي وخاضة حرب دبلوماتية شارفة في تدين ان يكون هناك ظهير حقيقي للقضية الفلسطينية بما يتوافق مع رؤية مصر للحل ونجحت القاهرة في تكوين هذا الظهير بانعقاد قمة القاهرة للسلام ولم تتخلى القاهرة عن درها الانساني الكبير الذي قدمته على مر التاريخ ونجحت فيه الضغط وبقوة على الإدارة الأمريكية وإسرائيل لإنفاذ ولو جزء من المساعدات الإغاثية والإنسانية وحتى الشباب المصري والمجتمع المدني المصري كان يقف خلف القيادة السياسية وخلف القضية الفلسطينية باعتبار أن الشعب المصري والقيادة السياسية ينظرون القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مصرية في الأساس وهذا يظهر من حجم المساعدات الإغاثية والإنسانية التي قدمت من الدولة المصرية نحن بنتحدث عن قرابة 87% من المساعدات التي دخلت لقطاع غزة جميعها من الدولة المصرية ومن المجتمع المدني و13% من باقي دول العالم كدلالة واضحة على حرص الدولة المصرية لرفع المعاناة عن الأشقاء في فلسطين وبالتالي الخيارة الآن تسعى بكل قوة أولا إلى وقف الإطلاق النار والعمل على أن يكون هناك دور حقيقي للأمم المتحدة التي تتبنى الرؤية المصرية بشكل واضح في ضرورة إنفاذ كافة أوجه المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى كل بقع من دفاع في غزة دكتور حامد في الواقع لم تغلق مصر معبر رفح الحدود أبوابه يوما لاستقبال المصابين أو عبور المساعدات ولكن في الوقت ذاتي كانت هناك معوقات من الجانب الآخر معوقات لوجستية وتقنية من الجانب الإسرائيلي أهم المعوقات والتحديات التي وجهت مصر في سبيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني طبعا من أهم المعوقات التي تمنع إدخال المساعدات من قبل الجانب المصري لأن مصر لم تغلق معبر رفح ولو لثانية واحدة نجد أن الجانب الإسرائيلي قام بقصف معبر رفح من ناحية الجانب الفلسطيني لأكثر من أربع مرات بالإضافة إلى أن المساعدات التي كانت تدخل للقطاع خاصة أن الدولة المصرية قبل بداية هذه الأزمة كانت المساعدات تدخل من مصر إلى قطاع غزة حوالي من 600 ل700 شاحنة يوميا والآن تتعنت إسرائيل في إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية سواء لشمال القطاع الذي كانت القهرة لعبت دورا محوريا في الهدن الأولى وسعت وبكل قوة إلى إنفاذ المساعدات إلى الشمال وعندما تعنت الجانب الإسرائيلي في إنفاذ المساعدات لاجعت القهرة بشكل واضح إلى الإنزال الجوي لكي ترفع المعاناة عن الإشقاء تحديدا في شمال قطاع غزة باعتباره هو منطقة منقوبة مثلها مثل الزلازل والبراكينة التي تنزل في أي مكان وبالتالي القهرة تحرقت في هذا الاستجاة حتى عندما تدخل المساعدات نجد أن إسرائيل يعني لا تسمح بإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة مرة واحدة بل تتجه المساعدات إلى معبر العوجة بأسير الشاحنات لحوالي 40 كم وتقوم بالتفتيش وإفشال إصال المساعدات فهناك نوع من المساعدات أو الكثير من المساعدات ترفض إسرائيل إدخالها إلى داخل القطاع ثم العودة من معبر العوجة مرة أخرى وبالتالي الشاحنات تسير أكثر من حوالي 100 كم ثم تدخل بعد ذلك إلى قطاع غزة بالإضافة إلى التعنق الإسرائيلي الواضح في استغلال المساعدات الإغاثية والإنسانية كتلاح لتنفيذ مخططها في تهجير الفلسطينيين وتخصية القضية الفلسطينية وهو ما وعد إليه الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى وتسعى بكل قوة وبالتعاوم مع شرقها الإقليمين والدوليين إلى إنفاذ المساعدات إلى داخل القطاع دكتور حامد يعني البهود المصرية لا تتوقف برأيك سياسيا وقانونيا وإنسانيا ما هو الدور المصري في مرحلة المقبلة سواء بشكل فردي أو بشكل أقليمي يعني وقوف الدولة المصرية بهذه القوة هو بيعطي رسالة للمجتمع الدولي أن الدولة المصرية والإسرائيل أن الدولة المصرية لن تتخلى عن حلم الفلسطينيين في تقرير مصرهم وأقامت دولاتهم العادلة وهذا ظهر من إنعقاض قمة القاهرة للسلام والتأكيد على ثوابة مصر لدعم القضية الفلسطينية هذه القمة التي شارك فيها أكثر من 31 دولة وثلاث منظومات أممية وخرجت بضرورة تنفيذ مبدأ حد للدولتين ضرورة إنفاذ المساعدات ضرورة كثرة للحصول عن قطاع غزة هذا على المستوى السياسي على المستوى القانوني مصر قدمت مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية وما زالت تقدم كل أوجه الدعم للفريق القانوني لكي تخرج إسرائيل كدولة يعني ارتكبت كل أنواع الجرائم وعلى رأسهم جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب أيضا على المستوى الدبلوماسي وإخاذت مصر معرقة شارثة يعني بعد قمة القاهرة التي كانت الأساس للعقادة القمة العربية الإسلامية بمشاركة 57 دولة انبسقت عنها المجموعة الوزارية العربية التي جابت كل دول العالم لضرورة إقناع المجتمع الدولي بالوقوف خلط الحق الفلسطيني في إقامة دولات والعادلة ونتج عن ذلك قرارات مهمة في مجلس الأمن سواء القرار 27 أو 28 الخاص الذي صادر ولم ينفذ نتيجة أن وليس هناك إرادة سياسية أمريكية للضغط على إسرائيل لتنفيذ هذا القرار وأيضا القرار 17-20 القاضي بضرورة انفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية وحتى عندما اصدرت محكمة العجلة الدولية قرارات وتدابير احترازية كانت نصر من أكثر الدول التي تضغط على دوائر صنع القرار العالمي لضرورة انفاذ هذا القرار بما يتوافق مع رؤية مصر في تنفيذ الكثير من المواقف الإيجابية لدعم القضية الفلسطينية نعم جزيلا شكرا لحضرتك الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا تجدد القصف الإسرائيلي على عدة بلدات ومناطق في جنوبي لبنان شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على بلدات حولة وبيت ليف والطيبة ودير سريان وقبل الريحان تزامنا مع تحليق للطيران الاستطلاعي في أجواء جنوب لبنان أكد رئيس الحكومة اللبنانية نبيب ميقاتي أن الحل في لبنان سيكون بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة ومن ثم البدء بعملية الإصلاح الشامل أوضح ميقاتي أنه ليس هناك تهديدات مباشرة للبنان فيما يخص من تلقيه تهديدات بأنه سيدمر في حال شارك في الرد الإيراني على إسرائيل أضف ميقاتي أنه لا يعرف إن كانت ستحصل ضربة أم لا وأن عنصر المفاجأة لم يعد موجودا وربما يكون التهديد من باب الردع الاستباقي أفادت وكالة الأنباء السورية بانفقار عبوة ناسفة بسيارة في حي المزة في العاصمة دمشق ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله قال إن الانفجار وقع في ساحة الهدى بحي المزة الذي تتواجد فيه عدد من السفارات وقد أسفر الحادث عن أضرار مادية فقط أعلن وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية أن الصومال لن يقبل أبدا خطة إثيوبيا لبناء قاعدة بحرية في منطقة أرض الصومال أضف الوزير الصومالي أنه سيدرس منح إثيوبيا حق الوصول إلى موانئ تدارية إذا تمت مناقشة الأمر بشكل ثنائي وأثارت إثيوبيا التي ليس لها منافذ بحرية خلافاً ديكوماسياً مع مقديشيو في يناير الماضي عندما وقعت اتفاقاً مع أرض الصومال لاستئدار 20 كيلو متراً من سواحلها مقابل الاعتراف بالمنطقة دولة مستقلة وصف الصومال اتفاق بأنه غير قانوني لأنه يعتبر أرض الصومال جزءاً من أراضيه على الرغم من أنه يتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ العام 1991 إلى تطورات ملف الأزمة الروسية الأوكرانية حيث صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بسكوفا بأن اتفاق سلام غير مكتمل الأركان في عام 2022 بين روسيا وأوكرانيا قد يكون الأساس لمفاوضات جادة وجديدة لكن لا يوجد ما يشير إلى أن كيف مستعدة للمحادثات قال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا وأوكرانيا كانت على وشك الاتفاق على اتفاق لإنهاء الأعمال القتلية في محادثات اسطنبول في أبريل من عام 2022 لكن أوكرانيا تراجعت عنه بمجرد تراجع القوات الروسية بالقرب من كيف وتقول أوكرانيا إنها تريد استعادة كامل أراضيها بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014 ومغادرت كل جندي روسي أراضيها وتحاول دفع محادثات دولية بشأن موقفها الذي يستبعد روسيا هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على قرية في منطقة دونسك أضفت الوزارة في بيان لها أنها تم رصد وصد هجمات مضادة أسفرت عن مقتل 235 من عناصر القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك قامت وحدات من قوات مجموعة الغرب بتحسين الوضع على طول خط الموجهة وصدت ما يقرب من ثلاث هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية أعلن قائد الأركان الأوكرانية أليكساندر ساراسكي أن الوضع على الجبهة الشرقية تدهر بشكل كبير في الأيام الأخيرة إلى تصعيد في هجوم الجيش الروسي والذي يدفع خصوصا باتجاه تشافنيار وكتب عبر تيليجرام أن هذا التدهر عائد إلى تصعيد كبير في هجوم العدو بعد الانتخابات الرئاسية في روسيا مؤكدا أن المناطق التي تطرح أكبر المشاكل عززت خصوصا بوسائل دفاع جوي أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد لاستكمال نشرتنا نشرة الثالثة حيث وفق مجلس النواب الأمريكي على تمديد نظام مراقبة إلكترونية دولية يسمح هذا البرنامج للأجهزة الأمنية الأمريكية القيام بمراقبة إلكترونية من دون طلب تفويض قضائي في كل مرة يشمل البرنامج خصوصا مواطنين غير أمريكيين في الخارج يتم الاطلاع على بريدهم الإلكتروني فيما تندد منظمات مدافعة عن الخصوصية والحريات بشكل واسع بهذا النص المعروف باسم الفصل 702 من قانون المراقبة الخارجية أعلنت السلطات الأسترالية مقتل ستة أشخاص طعنا وإصابة آخرين من بينهم طفل في هجوم على مركز تجاري في مدينة سيدني بمقاطعة نيو ساوث ويلز إلى ذلك أعلنت الشرطة الأسترالية مقتل منذ الهجوم إلى أنها لا تستبعد فرضية الدافع الإرهابي وراء الحادث فيما قال رئيس الوزراء الأسترالية إنه لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى الدوافع الحقيقية لمنفذ الهجوم قال الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن أي تعرض للفلبين في المنطقة سيؤدي إلى تفعيل معادة الدفاع المشترك مع مانيلا فيما اعتبرت الصين البيانة الصادر عن القمة الثلاثية بين الولايات المتحدة واليابان والفلبين في واشنطن تدخلا في شؤونها الداخلية عادت المخاوف من حدوث صدام عسكري في منطقة بحر الصين الجنوبي تطفو مرة أخرى على السطح مع تصاعد اللهجة بين القطبين الرئيسيين بيكين وواشنطن فمن البيت الأبيض أعلنها الرئيس الأمريكي واضحة أن أي تعرض للفلبين في المنطقة سيؤدي إلى تفعيل معاهدة الدفاع المشترك مع مانيلا وخلال القمة الثلاثية غير المسبوقة في البيت الأبيض التي جمعته بنظيره الفلبيني فردينان دي ماركوس جونيور ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أكد بايدن أن التزام الولايات المتحدة بأمن اليابان والفلبين لا يتزعزع بيان القمة الثلاثية وصفه رئيس الفلبين بأنه إرهاص لتغير الآليات في بحر الصين الجنوبي والمنطقة قمة البيت الأبيض قوبلت في بيكين ببيان شديد اللهجة حيث اعتبرت البيان الصادر عنها تدخلا في شؤونها الداخلية واتهمت واشنطن واتوكيو بتصعيد التوترات في المنطقة فيما اعتبرت وزارة الدفاع الصيني اعتزام الولايات المتحدة نشر صواريخ متوسطة المدى بحلول نهاية العام في منطقة أسيا والمحيط الهادئ توجه خطير ستعارضه الصين بحزم وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا على الرغم من الحكم الذي أصدرته محكمة التحكيم الدائمة عام 2016 والذي وجد أن مطالبات بيكين الشاملة ليس لها أي أساس قانونية ووقعت سلسلة من المواجهات بين السفن الفلبينية والصينية في الشهر الماضي شملت استخدام خراطيم المياه والتراشق اللفظية ويعني حدوث اصدام عسكري في المنطقة التسبب في عواقب وقيمة ليس على الأمن الإقليمي في منطقة شرق وجنوب شرقي أسيا فقط ولكن على الأمن العالمي وحرية التجارة العالمية بوصفه معبرا لنحو ثلث الشحن البحري في العالم تم تشكيل مجلس رئاسي انتقالي رسميا في هييتي بعد شهر على إعلان استقالة رئيس الوزراء أريل هنري شهدت البلاد أعمال عنف فيما تم تهجير نحو 100 ألف شخص وفق تقديرات المنظمة الدولية للهجرة بداية جديدة تشهدها هييتي بعد أسابيع دخلت فيها بدوامة عنف وحرب عصابات دموية كادت تعصف بالبلد الكاريبي فقد تم وأخيرا تشكيل المجلس الرئاسي الانتقالي بشكل رسمي بعد أسابيع من مفاوضات سادها توطر وبعد شهر على إعلان استقالة رئيس الوزراء أريل هنري المجلس الذي طال انتظاره وينتهي تفويضه في السابع من فبراير عام 2026 يواجه تحديات كبيرة وعليه أن يسارع بتعيين رئيس جديد للوزراء وأن يشكل حكومة جامعة لكل الأطياف وهو ما رحبت به مجموعة الدول الكاريبي التي رعت المناقشات حتى وصلت لتشكيل المجلس ولأنه حدث طال انتظاره توالت ردود الأفعال الدولية فقد رأت الولايات المتحدة في تشكيل المجلس خطوة إيجابية نحو استعادة الأمن وفتح الطريق أمام انتخابات حرة وشفافة ونحو استعادة الديمقراطية والحوكمة الشاملة بحسب ما قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية خطوة نحو الاستقرار في بلد لم يشهد أي انتخابات منذ عام 2016 وشهد هجمات عصابات مسلحة على مراكز الشرطة والسجون والمقار الحكومية وأجبر ميناء العاصمة ومطاره على الإغلاق وسط موجة أعمال عنف مناهضة لهنري ما أجبر عشرات الآلاف على مغادرة العاصمة والنزوح لمقاطعات الجنوب هروبا من جحيم هجمات العصابات انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية وحرصا منها على مشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك وصلت الوزارة توزيع الهدايا على المرضى بالمستشفيات المختلفة تذامنا مع قيام الوزارة بتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك تواصل وزارة الداخلية تنفيذ خطتها الأمنية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك من خلال الانتشار الأمني المكثف لتأمين المتنزهات والحدائق العامة والمنشآت الهامة والحيوية والمسطح المائي ودور العرض السلمائي وأماكن تجمع المواطنين كما تشارك عناصر الشرطة النسائية في عمليات التأمين لفرض مظلة من الأمن والأمال للمواطنين خلال أيام العيد وقد شاركت وزارة الداخلية من خلال ثرق موسيقات الشرطة المواطنين لاحتفال بعيد الفطر المبارك في الحدائق والمتنزهات بعزف الموسيقات المتنوعة التي تفاعل معها المواطنون بتزامن مع انتشار القوات تشارك وزارة الداخلية المواطنين لاحتفال بعيد الفطر المبارك من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية والإنسانية عيس وجهت الوزارة مأموريات إلى عدد من المستشفيات المختلفة على مستوى الجمهورية لتوزيع بواد تحتوي كحك العيد على المرضى من من يتلقون العلاج بتلك المستشفيات في إطار الدعم المعنوي والنفسي المقدم لهم من قبل الوزارة لتحمل رحلة العلاج وآلام المرض نشكركم على محبتكم وعلى زرياتكم الحلوة وفرحتونا وفرحتو عياننا وربنا يفرح قلبكم وكل سنوان طيبين دي حاجة فرحت قلوب بلادنا وفرحت قلوبنا لأن إحنا طبعا فرحنا كتير لأنهما افتقرونا افتقروا أولادنا شكرا على الزيارة الجاملة دي ومبساطتنا ورفعت من روحنا المعنوية إحنا والأولاد والأولاد فرمبسطين جدا كل سنوان طيبين وعرف الشكر للريس اللي مش نسينا وكل سنوان طيبين هذه اللمسة الإنسانية من وزارة الداخلية بمشاركتها فرحة العيد مع المرضى كان لها أثر إيجابي عليهم فقد رسمت الفرحة على وجوههم ورفعت من روحهم المعنوية وأولادنا كلهم فرحانين والحمد لله أنتم بتزرونا وأطفالنا كويسين دايما طول ما هما بيشوهوكم إحنا بنشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه هو دايما مش نسينا وفكرنا وبيفرحنا دايما وبيفرح أولادنا إحنا مصر ومصر إحنا بكل صار والحكاية مستمرة من سنين كل واحد فينا شرطة ولا شعب حبها في قلبنا بعد الدين دي أبدى المرضى بالمستشفيات المختلفة فرحتهم بهذه المبادرة ووجهوا الشكر لوزارة الداخلية التي وفرت لهم أجواء من الفرحة والبهجة زادت من شعورهم بفرحة العيد بنشكر زباط وزارة الداخلية اللي هما جووا من النهاردة وبساطوني وبساطوني وقابوا له لفس العيد شكراً إنهم فرح حبني بمناسبة عيد الفترة المباركة كل سنة والطيبية أحب أشكر الرئيس على الهدايا اللي قدمها الأطفال والمستشفيات لإدخال الفرحة والسرور على قلبهم أحب أشكر وزارة الداخلية على النهاردة على زيارتهم الجميلة للمستشفى وتوزيع ملابس العيد على الأطفال وطبعاً ده لي إحساس حلو جداً عند الأطفال وبيدخل السرور على قلبهم وعلى قلبنا نحن كمان ودي مش حاجة جديدة على وزارة الداخلية يعني زيارات متكررة ومستمرة ونتمنى أنها إن شاء الله تستمر في مناسبة تانية مشاركة إيجابية من وزارة الداخلية المواطنين لاحتفال بالأعياد والمناسبات في إطار تفعيل الجانب الإنساني والاجتماعي في الاستراتيجية الأمنية التي تواصل تحقيق مستهدفاتها في تقديم خدمة أمنية ذات أبعاد اجتماعية وإنسانية للمواطنين أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة على مصرح السامر بالعجوزة حفلاً غنائياً بمناسبة عيد الفطر المبارك وبحضور عدد كبير من قيادة الهيئة والفنانين والإعلاميين تضمن الحفل عروضاً فنية لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب وفقرة ستانداب قامدي لا تزال احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك مستمر حيث تقدم الليئة العامة لقصور الثقافة احتفالية العيد على مصرح السامر بالعجوزة تحقيق مبدأ العدالة الثقافية لذلك هتجد ان سينما الشعب منتشرة حتى الآن في 16 محافظة تجد سينما في قاهرة وتجد سينما في أبو المطمير وتجد سينما في أسيود تجد سينما في إنا وكلها بتعرض الأفلام الحديثة وزي ما حراك عارف ان هم بيكونوا بتذكر أعلى فئة فيهم 40 جنيه فاحنا الحمد لله عاملين شغل جيد في الفترة اللي فاتت وعملين شغل جيد في العيد وده توجه الوزارة بشكل عام وتوجه الهيئة العامة لقصور الثقافة بشكل خاص مصرح السامر بفترة من بعد انطلاقه وافتتاحه بقدم عدة حفلاته وحفلات قوية جدا بدايتها من حفلات اكتوبر وحفلات لراس السنة وحفلات عياد الميلاد المجيدة ومولد النبوي ورمضان يعني المصرح السامر كان فيه فعاليات كبيرة جدا فالناس الجمهور هنا على وصوله هنا بيتابع بشغف وقرب جدا حفلات وفعاليات مصرح السامر وصول المصرح السامر ده هو جوهرة الهيئة العامة وقصور الصخافة ووزارة الصخافة بيقدم فعاليات واحتفاليات قوية جدا فالجمهور بيحرص دائما على وجوده عندنا ووجوده في السامر وحفلات السامر الاحتفالية تتضمن عددا من العروض الفنية والغنائية فضلا عن وجود ستاند أب كوميدي تقدمه فرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب مصرح السامر بيقدم مجموعة من الحفلات ممتازة بيختارهم بعينها فائقة المصرح كمان لسه متجدد فيعمل حاجات طاليق بمستوى وبمستوى الهيئة كنت بقدم فقرة ستاند أب كوميدي وأنا سعيد جدا بمشاركتي النهاردة في الاحتفالية الجميلة اللي معمولة النهاردة والتنظيم اللي هاي اللي موجود ده وأنا سعيد إن الستاند أب كوميدي بقى لي دور في الاحتفاليات اللي زي النهاردة لأن أنا بلعب ستاند أب كوميدي من زمان قوي فإحنا كنا بنواجه صعوبات كتير قوي إننا نلاقي مكان نعرض عليه الفن بتاعنا فإن ييجي علينا يوم زي النهاردة تبقى المسارح الحكومية ومسارح الدولة بتدعو الستاند أب كوميديونز إن هما يقدموا العروب بتاعتهم دي حاجة أنا سعيد ديها جدا وبشكرهم عليها إنك ترجع تاني في حضن وزارة الثقافة بالرؤية الجميلة إن بيقدموا الفن الراقي الجميل للقلوب اللي بتقدر وبتاع يعني إيه فرحة العيد بقيمة فنان ليه مدة كبيرة في قلوب الناس فده شيء رائع جدا وإن أول حفلة تتم بشكل ده بالدعاية البسيطة جدا من خلال التواصل الاجتماعي أو من خلال وزارة الثقافة والطمين ومصر بخير بينا كلنا والقلوب اللي بتقدر الفن الراقي بتسقف من قلبها للي يستاهل يعد مصرح السامر من مسارح الدولة العريقة والذي تم افتتاحه شهر يوليو من العام الماضي بعد غلق استمر لنحو واحد وثلاثين عاما ضمن استراتيجيات الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية للمؤسسات الثقافية وإلى جانب استراتيجياتها لبناء الإنسان شهدت الحضائق والمتنزهات في محافظة أسيوط اقبالا كبيرا من المواطنين وتوافد ألاف من المواطنين على حديقة الفردوس وهي أحد المتنفسات الرئيسية في محافظة أسيوط نحن هنا في قوافل تأمينية للعيد بتشمل الحالات الحرجة اللي هي ارتفاع في السكر مفاجئ وتم تحويلها للمستشفى علشان تاخد علاج أنسولين بسرعة اللي هو الأنسولين المائي كل سنوات طيبين بحلول عيد الفطر المبارك وعيد السعيدة على أمه الإسلامية بخير وقدنا العيد الحمد لله بفرحة وركبنا العبارة وكله تمام الحمد لله نحن جينا نعيد ونعيد الأولاد ماشاء الله جدنا الأولاد معنا يعيدوا ركبناهم المراجيح وركبناهم العبارة أكدت الحكومة اعتزامها تركيزها على التنمية البشرية خلال السنوات الست المقبلة اعتبارا من العام المالي الجديد 2024-2025 أشرت الحكومة إلى تنفيذ خطتها من خلال الالتزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم الاستكمالي استراتيجية بناء الإنسان المصري كما لفتت الحكومة إلى رفع مخصصات القطاع الصحي إلى 495.6 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل مقارنة ب396.9 مليار جنيه في العام المالي الحالي بالإضافة إلى رفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه مقارنة ب591 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي فضلا عن زيادة مخصصات البحث العلمي لأكثر من 139.5 مليار جنيه مقارنة ب99.6 مليار جنيه تستضيف مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس زراء المياه الأفريق الإمكاو فعليات أسبوع المياه الإفريقي بتزامن مع عقد أسبوع القاهرة السابع للمياه تحت شعار المياه والمناخ بناء مجتمعات مرنة والمقرر أن يعقد خلال الفترة من الثالث عشر حتى السابع عشر من أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي ذلك بمشاركة الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم ويهدف لمناقشة الموضوعات الرئيسية الخمسة للمؤتمر وهي حوكمة المياه الدولية المشتركة من أجل التنمية المستدامة والإدارة الاستراتيجية لموارد المياه من أجل تعزيز مرونة المجتمع والابتكار وتمويل الحلول المرنة لتحقيق الأمن المائي والعمل على تحسين المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية لقطاع المياه والتخطيط وصياغة التشريعات المجتمعية الزكية وذلك يمثل فرصة متميزة للتعاون وتبادل الخبرات بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري لم يتبقى سوى أن نذكر حضراتكم بأهم العنوي إيران تعلن احتجازها سفينة تابعة لإسرائيل في ماضيك هورمز والجيش الإسرائيلي يحملها تبعات التصعيد استمرار القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات في قطاع غزة والشهداء يصلون إلى 33.686 مواطنا فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الماضي غدا تقمة ثلاثية بين زعماء الولايات المتحدة والفلبين واليابان من لا تتحدث عن أليات جديدة في بحر الصين الجنوبي انتهت نشرة الثالثة شكرا للمتابعة قدمناها لكم من التلفزيون المصري وكل عام وأنتم بخير دمتم في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة